بصورة هنتكلم عن حدث الشوت الاولاني واللي حصل وانسحاب الزمالك بعد احتساب ضرب الجزاء صحيحة للاهلي. اه وباجمع عراء كل المحللين الفنيين اللي موجودين في الستوديو بتاع القناة كلها قال لك ضرب الجزاء. فما فيش اعترض على ضربة الجزاء خالص. اه اتكلمنا قبل المطش وموجود الفيديوهات على اوجودة على الصفحة في لايفات وموجودة في التحليل الفني بتاعنا. اتكلمنا على فكرة ان الاهلي بيلعب على ال بيرسيته واحسين الشاحات هما اللي بسقطوا في نص الملعب والن اكرم وامام هما اللي بيزيدوا لجوه. وهما اللي بيعملوا الخطورة. وده حصل في اكتر من كرة. اه ده حصلت فعلا اه في كزا كرة وده حصلت منها الكرة اللي جيت منها ضربة الجزاء وحصلت من كرتين كمان حصلوا في المطش من امام. اه كرة اللي لعبها غلط لاحسين الشاحات وفي كرة في اول المطش برضو احاول اللي شطها بس ما جاتش آآ قلشت منه او حد ان المدافعين ضغط عليه كل الكلام ده احنا كنا قولنا قبل المطش وكان ظهر يعني ظهر في المطش احنا حللنا الحتة دي قوي ان الزمالك لو الاهلي لو الزمالك مركز ان الاهلي ان نص الهفات بتوعه وبينزلوا لنص الملعب هم اللي بتحولوا لصنع اللعب والاتنين نص ملعب تمانية اقرم وامام هم اللي بيخشوا للقلب دي كانت تبقى مشكلة هي دي المشكلة فعلا اللي وجدت الزمالك في الشيط الاول وعندك كمان احنا قلنا في التحليل ان هو بدأ بعبدالله وبناصر مع دونجة عشان يمسك النص الملعب وده حصل لفترات طويلة ان الزمالك مسك نص الملعب بس اللي كان واضح قوي او اللي ظهر ان الاهلي كان ساب نص الملعب للزمالك ولعب على المرتدة زي ما عمل في الكاس اللي فات بتاعتين صفر بتاع امام وعشور وده كان واضح جدا يعني من طريقة الاهلي احنا يعني طالقين نتكلم شوية كده ايه عن احداث الشيط الاولاني الزمالك ظهر في كزا كرة ظهر في كزا لقطة في جدل كتير على كرة دونجة في كلام الفرما وبضحاش قوي آآ لينا ان احنا نحكم النظر بجزاء او لأ آآ كرة بتاع الحسين الشيحات ودونجة اللي كانت في اول الشيط اللي اتنين عملوا فيها آآ انا شايف ان حسين الشيحات سحب بدلوا آآ فيها بس كانت ممكن يبقى فيها انظار بس بما ان الكرة انظار ما ينفعش الحكم بعد كده يرجع تاني للفر يعني للطرد بس عشان كده آآ ما تدخلش يعني آآ انا شايف ان الزمالك كان بادئ كويس الزمالك كان مسك الكرة كويس آآ زيزو كان بعمل الدور اللي احنا اتكلمنا عليه برضو ان زيزو بينزل يتحرك ما بله خطوط آآ واخد حرية عبدالله سعيد هو اللي زي ما قلنا بالزبط ما ما سابش دونجا هو اللي ينقل الكرة او ان هو يبربت عشان كورة ككورة مش اعلى جودة آآ فعبدالله هو اللي كان بنزل لحد المدافعين كان هو اللي بيدور الكورة كان هو اللي بينقل الهجمة آآ الزمالك اعتقد ان هيعاني الشيط التاني لان الزمالك ما عندهوش خيارات في نص الملعب واللعاب اللي في نص الملعب عبدالله آآ بدنيا بيقع لان عمل السن ناصر مهر البدن بتاعه مش احسن حاجة آآ خرج من الملعب من بعد الخناء اللي حصلت ما بينه ما بين امام عشور على ما اعتقد كان امام بعد ضربة الجزاء فما شفتش دونجا من بعدها حسيت ان دونجا مش خرج من اجواء المباراة آآ لعبت الزمالك الكبيرة خرجت الزمالك من المباراة ما ينفعش في ماتش ازاي ده انت يعني حتى لو في حاجة انت لو هتخرج وخلاص وتصيب الماتش هقول لك تمام انما لو انت هتكمل الماتش ما ينفعش تعترض وتنسحب وتعمل كل ده انت وطرت يلعبك كلها انت خرجت محمد عواد عشان يزاكر وسام بطريقة سازجة جدا خليت عواد اول ما كنت لعبت رح على الزاوية اللي وسام بلعب فيها كرة دايما فوسام قال له من ربي ربيعة المدرب نادي ربيعة وقال له ان محمد عواد بيزاكر برا او ان هما مش ما انسحبوش ان هما مخرجين ويشوف يشوف وسام بلعب فين فبالتالي وسام بمنتهى الراحة وبمنتهى الثقة غير الزاوية لعبها في النص براحة جدا قدت لجون انت لو كنت كملت الكرة عادي والعبت كان في فرص ان عواد يصدها خصوصا ان عواد قولنا قبل كده انه في دربات الجزاء عواد هاي العواد بيشيل كزا كرة ده ملخص التحليل بتاع الشوط الاولاني ما شفناش اه حاجات قوي يعني كرة وسام بتاعت الفاول اه ممكن نشوف افشة في نص الملعب في الشوط التانية على حساب اقرم عشان الانزار والطارد اه ممكن نشوف كونرد على حساب مصطفى شلب اللي ما كانش موجود الشوط الاول خالص اه ممكن نشوف محمد شحات على حساب عبدالله السعيد اه في اول عشر دقيق اه ما اعتقدش هيجازف او ان هو يخرج سيف الجزيرة بس اعتقد ان هو لو احتاج ممكن يطلع حد من نص الملعب اه وممكن هيبقى الاقرب ناصر يعني لو احتاج ان هو يجيب جون هيطلع ناصر وينزل حد من الفروضة اللي برا ازا كان اه ناصر او اه حسام او عمر فرج اه ما اعتقدش فيه تبديلات تانية للزمالكة قدر اول عليها اي حاجة تانية هتبقى ممكن شكابالة ممكن شكابالة ينزل كنص ملعب اه صانع لها بمشكهاف او كهاف ويزيزو راح اني حال تانية التبديلات الزمالكة هتبقى قليلة اه او هحلول قليلة على الدكة الاهل عنده افشة عنده عمر السلية عنده ريدة سليم للتحولات الدفعية لو هيلعب على المرتدة عنده كهرباء لو هيلعب على الفروض يختف جون بس اعتقد انه وصلا مش هيخرج غير في الدقيقة الاخير يعني اه في المباراة اه طاهر لو الاهل محتاج يدافع ومحتاج برضو يعمل التحولات طاهر بدنان كويس وبيرجع يسند البكات فاعتقد ان طاهر ممكن يبقى ليه دور هي دي تبديلات اه فيه تبديلة معروفة للاهل يعني بيعتبر بها بتبقى فهل في الاهل يعني من ايام زمان من ايام ما هو الجمعة وشادي ومن ايام ومن ايام مسئماني وبعد كده كولر وكده اه ان فيه مدفع في الاخر بنزل لو النتيجة خلاص اه فرق جون او فرق اه فرق جون او فرق جونين يعني ومحتاج يأمن ممكن نشوف اشرف داري على حساب حد من خط الهجوم وممكن يبقى وسام يعني لا اقرب لو فضل في الملعب ويلعب خامس وراء يقفل في اخر الماتش هنشوف في الشوت التانية يقدم لنا ايه بداية سوخنا قوي في الشوت الاول والشوت التانية نتمنى على نفس القدر يعني. شكرا.